السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الخميس 6 تموز يوليو طبعا القمر موجود في برج الدلو في ساعات بعد العصر يعني الساعة 35 و 32 دقيقة بتوقيت جرينيج بعد العصر بانتقل القمر لبرج الحوت يعني اليوم في عنا خلوم مسار عنا مجموعة من الزوايا الصعبة عشان هيك هذا اليوم بيحتاج صبر وبيحتاج حكمة عشان هيك لازم تسمع الزوايا وتعرفوا ايش اللي بتحذر منها طبعا بالنسبة للزواء القمر بما انه موجود في برج الدلو وبدو ينتقل للحوت معناته القمر الان موجود في منزل سعدة الاخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 3 و 42 دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها الى منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة والقمر بما انه موجود لغاية ساعات ما بعد العصر في برج الدلوم نشعر الان انه بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي وبوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء اجهزة الكترونية او تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اول زاوية رح نتحدث عنها هي زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين اورانوس وهي تاثراتها من يوم خمس سبعة ليوم تسعة سبعة ذروتها يوم سبعة سبعة الساعة اربعة واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ابن شطفة من باشر باكثر من مسعى في اكثر من اتجاه في ذات الوقت كما انها بتعزز قدرتنا العقلية وبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقاء وبقوة الحدث الموجودة لدينا وبتمنعنا ذكاء وخيال وابتكار وقدرة كبيرة على اقناع الاخرين ولكن شوي ممكن هذا الشيء يضر بتركيزنا بتزيد من ميلنا لأمور اللي لها علاقة بالسينما بالتلفاز بالتكنولوجيا وكل ما كل شيء له صلة بالكهرباء من ميل لتقويد حدثنا بتساعدنا على حل الأوضاع المعقدة وبتجلبنا دعوات وعروض وخصوصا في أمور العلاقة بالسفر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية ما بين الزهرة وما بين أورانوس وهي تأثيراتها من يوم 24-6 ليوم 14-7 بتخلق هذه الزاوية لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بإنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهي الزاوية تأثيراتها من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالسابق وبيزداد التوجه عنا لجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية بتجلبنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية برضو هاي الزاوية بتعطينا يعني فرص للنجاح بامتحانات نجاح أدبي مشاريع حالية بتجلب برضو بتعطينا قدرة على التركيز على هدف محدد ولكن اللي عنده سفر أو عنده علاقات صداقات أو علاقة زوجية بده ينتبه أثناء التعامل لأنه ممكن شوي يصدر منه بعض الكلمات غير مدروسة واللي عنده سفر بده يتفقد أمتعته ويروح على المطار قبل الموعد عشان ما يصير أي مشاكل بالتأخير يعني يتفقد الأمتعة من النسيان أو الضياع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي تاثراتها من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 تدفع بحضوضنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح الميل لحسن التصرف وبرضو بتجلبنا نوع من أنواع الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكوننا دور اجتماعي مهم ممكن نحقق النجاح في حياتنا المهنية أو المادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل فهاي تاثراتها من يوم 21-6 إلى يوم 6-7 يعني اليوم آخر يوم لتاثراتها بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية وبتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب وبرضو بتساعدنا على النجاح برضو بتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن نحقق النجاح في العمل وعلاقات جيدة مع الآباء وبتدل على اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة أيضا بشكل جيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي تاثراتها من يوم 28-6 إلى يوم 12 طبعا هاي زاوية منفصلة هاي يعني بتسبب عودة وضعية قديمة للوضع الحالي أو للفترة الحالية هاي الوضعية بتدعم من وضعنا أكثر فأكثر وخصوصا بتكون هاي على شكل يا أشخاص يا مواضيع يا علاقات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديث إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي زاوية تأثيراتها من يوم 25-5 إلى يوم 14-7 طبعا هاي زاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن وبتعطينا نوع من أنواع السعادة المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها وذروتها أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهي طبعا تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ورح يستمر تأثيرها لعصر يوم الخميس طبعا ذروتها الساعة 34 دقيقة من صباح اليوم الخميس ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا من ناحية سلبية وبرضه بتجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار دفعنا لعلاقات عابرة وممكن تعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية ذروتها الساعة سبعة وسبعة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الخميس طبعا برضو تأثراتها بتبدأ من مساء الأربعة وبتستمر حتى مساء يوم الخميس أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بالفترة هاي بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب وبتزيد من ضعفهم وعملهم للفوضى والتقلب يعني بتعمل لنا نوع من أنواع الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبة أمل عاطفية فعشان هيك بتكون تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تؤذوا فيها الآخرين دون أن تشعروا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة بعد عصر اليوم الخميس تبدأ تأثيراتها من فجر يوم الخميس وبتستمر حتى فجر يوم الجمعة بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب يستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وننخلد للراحة هذا تحول منضم مضر على المستوى الصحة النفسية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة وحدة و 41 دقيقة بعد الظهر الظهر الخميس بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 35 و 32 دقيقة بعد العصر ليستقر القمر بعدها في برج الحوت هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوب أو زواج أو شراش يثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة 35 و 32 دقيقة بعد العصر القمر خلص بنتقل وباستقر في برج الحوت عشان هيك من ساعات العصر بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي هاي الفترة ممكن نقع في حبائل الغرام وبرضو بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى أو شراء الزهور أو اقتناء آل التصوير بالنسبة للزاوية اللي رح تبدأ تأثيراتها ما بعد الانتقال هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل هاي ذا رغتها ساعة أربعة وسبعة واربعين دقيقة من صباح يوم الجمعة ولكن بتبدأ تأثيراتها من مغرب يوم الخميس وبتستمر حتى مغرب يوم الجمعة من واجه مصاعب وعرقي اللي بتطلب مننا إن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوذ بيفتقر بعض الشجاعة اللازمة إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجع للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما بالنسبة لساعات ما بعد العصر بصير عندنا القدمان وأصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية فيه عندنا اللي هو الهرمون المسكن للألم الإندورفين هذا الهرمون بيخلي الإحساس بالألم أكثر من المعتاد يعني ممكن أنه نأخذ مسكن نشوف أنه المسكن ما بيمسك معنا بشكل جيد بنشعر بأي ألم نشتكي منه أكثر من طبيعته وهرمون الميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم بصير فيه بحض الخلل فعشان هيك بصير فيه عندنا نوع من أنواع الغرق الكوابيس الأوهام هيك يعني في خربطة حتى في منامنا واستيقاظنا بنجد صعوبة بزيد احتمالية السهر عندنا أكثر فأكثر طبعا اللي بشعر بأي أعراض غير اعتيادية لهاي الأعراض يفضل الأعضاء يروح يراجع الطبيب أفضل طبعا العمليات الجراحية لهاي الأعضاء في فترة خلو المسار لا باقي أعضاء المراجعات طبية وفحصات وأدوية ما فيه أي مشكلة ولكن يعني أنا ما بنصح بالعمليات الكبرى لهاي الأعضاء إلا في وقت الانتقال بعكسها أو بغيرها فعشان هيك انتبهوا لهاي الأعضاء بشكل جيد عمليات صغرى ما فيه أي مشاكل بالنسبة العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم برضو اليوم ما فيه أي مشكلة لهذا الموضوع ولكن يعني قدر الإمكان مش الأعضاء اللي ذكرناها ومش في فترة خلو المسار أما بالنسبة العمليات التجميل والحقن برضو والجراحة ما فيه أي مشكلة خلال هذا اليوم ولكن برضو مش في فترة خلو المسار يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الحوت معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت ببدأ الساعة ستة وواحد وعشرين دقيقة مساء وبيستمر لغاية الساعة سبعة وثمانتاشر دقيقة مساء لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحد عمر ثمانتاشر يوم في تمام ساعة سبعة واربعين دقيقة مساء بندخل أو منبلش باليوم التسعة عطاش فعشان هيك بتكون نسبة الإضاءة في نهاية يوم الخميس للقمر ثلاثة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد بنسبة مية في المية القمر في الدلو بده ينتقل لبرج الحوت ورح يظل في الحوت ليوم ثمانية سبعة منتحس الآن بنسبة ستين في المية في ساعة الظهر بصير منتحس بنسبة مية في المية في ساعة العصر بصير منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية وبكمل طيلة النهار يعني باقي اليوم على هاي النسبة عطارت في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية في ساعة الفجر بصير سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية المريخ في الأسد حتى يوم عشر سبعة منتحس بنسبة أربعين في المية المشتري في الثور حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً اللي وصل معنا لهون وما حط لايك أو ديس لايك أو كومنت أو شير أو اشترك أو ألغى اشتراكه أو كبس على الكبسات اللي تحت رحز على المنو يلا كبسوا على الكبسات الله يرضى عليك وبس الكبستين تبعت الاشتراك والانتساب والتشكرات والانضمام والمش عارف إيش هذولا انسوا كبسوش عليهم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً من الآن ولغاية ساعات العصر بيظل النشاط على المستوى الاجتماعي بين لقاءات وحوارات ودعوات مناسبات تعامل مع الأصدقاء مع المعارف طلب نصيحة مساعدة أشياء من هذا القبيل والأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي ولكن بدكوا تحذروا أثناء التعامل مع أصدقائكم ومعارفكم وأحباكم من العصبية والحدية وسوء التفاهم أما من ساعات ما بعد العصر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر رح يصير في بيت المتاعب فعشان هيك بدكوا تحذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً القمر موجود في بيت السمعة لغاية ساعات العصر فعهايك بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا عملكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتعززوا علاقتكم ما بينكم وبين رؤسائكم بالعمل الأجواء جيدة ولكن ما تتصرف أي تصرف في مجازفة أو مغامرة ممكن أنه يشوه سمعتك ما بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان أما من ساعات العصر فهنا يعني الأجواب تصير على المستوى الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والمناسبات والتواصل والاتصالات والأشياء من هذا القبيل ولكن بدكوا تحذروا من الدخول في أي مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنها ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابله بده يستعد بشكل جيد من الآن ولغاية ساعات العصر وما تعتمدوا على الحضوض منظلها فترة جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والتعامل مع الأجانب والأمور اللي إلها علاقة بتعزيز العلاقة مع الأحبة ولكن مزاجك شوي متقلب خلال هذا اليوم أما من ساعات ما بعد العصر فهنا بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل بدكوا يعني تحاولوا إنكوا تنجحوا في المحافظة على مصالحكم الإجتماعية ما بدون اندفاع أو تهور برج السرطان بالنسبة للموليد برج السرطان طبعا القمر الآن موجود في بيت الأموال المشتركة فرح تنهمكم بتفحص حساب مشترك أو أموال أو المطالبة بحقوق أو ترتيب وضع مالي أو دفعات وبدكوا تمتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة ممكن يكون في بعض الاهتمامات العائلية أو المالية اللي يعني شوي منها ممكن يكون مربك شوي أهم شيء إنه تحذر من المحتالين أما من ساعات ما بعد العصر هنا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وتعزيز العلاقة مع الأحبة والامتحانات والدورات يعني أجواء رائعة جدا ولكن بتكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم تتفقدوا كل أوراقكم امتنعوا عن يعني من عدم من أنكوا تتسرعوا أثناء القيادة والتنقلات أو إذا عندكم امتحان تتسرعوا بالإجابات هاي أهم النقاط والباقي كله رح يكون ممتاز على مستوى الحوار والنقاش وتعزيز العلاقة مع الأحبة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركائكم بالمال والعاطفة من الآن ولغاية ساعات العصر لأن القمر ما زال موجود مقابلكم فطاقتكم ما زالت ضعيفة شوي حساسين ممكن أي شيء يزعجك أو يوترك متقلب في خربط ما بين العقل والمشاعر في مواضيع ممكن أنها تستفزك زيادة عن اللزوم فضبط الأعصاب مطلوب قدر الإمكان أما من ساعات ما بعد العصر هنا القمر بتحرك للبيت الثامن فبصير التركيز على الأمور المالية تنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شيء أنه ما في داعي للمجازفات أو الإهمال في العمل أو الأمور المادية لأنه ممكن تتعرض لبعض المشاكل في العمل أو ممكن خسارة مالية أو تهور بمشروع معين أو نصابين محتالين بالنسبة لما وليد برج العذرة طبعاً بتواصلوا أعمال كل بداتوا فيها من قبل وما تبادروا لعمل جديد طبعاً القمر في مراحل الآن بدوا يبلش بمرحل المقابلة فعشان هيك بيركز على العمل وعالصح على غاية ساعات العصر انتبهوا لأعمالكم صحتكم ولكل ما يتعلق بهذا الموضوع يعني علاقتكم مع زملائكم بالعمل أو زبائنكم وصحتكم وصحت أحباكم هاي أكثر الأشياء اللي بتكوا تنتبهوا لها خلال هاي الساعات وبرضو حاولوا انكوا تركزوا على الأعمال المهمة عشان ما تتشتت وتنجز أعمال مش ضرورية وتترك الإشي الضروري والمهم أما من ساعات ما بعد العصر هنا اللي بترغبوا فيه تعزيز شراكاتكم القمر بصير مقابلكم تماماً بدكوا تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل واحذر طاقتك شوي متقلبة وحديتك موجودة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً هنا مازال القمر موجود في البيت الخامس فعشان هيك بتظل العاطفة قوية لديكم أو بتميلوا للتقارب ما بينكم وما بين أحباكم أو التجاوب معهم أو ممارسة هواية أو ترفيه أو حتى التعامل مع الأبناء مع الأحبة يعني أجواء بالظل جيدة ولكن حساسيتكم شوي متقلبة ومشاعركم متقلبة بدكوا تضبطوها من ساعات ما بعد العصر القمر هنا بده ينتقل للبيت السادس يعني بدكوا تنتبهوا على صحتكم تنتبهوا على أعمالكم تحاولوا تنجزوا الأعمال المهمة عشان ما تتراكم عليك وتضطر تعمل وقت إضافي وترهق نفسك بزيادة وحاول إنك تأخذ وقت راحة ما بين وقت وآخر وانتبه لغذاءك وطعامك وصحتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم لأنه القمر ما زال موجود في البيت الرابع لإهتمام كله راح يكون على المسائل البيتية والعائلية والصيانة والترتيب والأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة ممكن زيارات سفريات حوارات صحة أحد أفراد العائلة أعطال منزلية مشاكل ومشاحنات منزلية فضبط الأعصاب مطلوب أما من ساعات بعد العصر هنا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم الأجواء بتصير جيدة داعمة بشكل قوي للتعامل مع الأحبة ممارسة هواية تجميل أشياء من هذا القبيل ولكن شوي طباعك فيها نوع من أنواع العصبية والحساسية والعنف مزيج صعب شوي فبينتج عنه ردات فعل ممكن تعمل مشاكل ما بينك وبين الأحبة أو بينك وبين أحد الأولاد برج القاوس بالنسبة لما أوليد برج القاوس طبعاً اللي عنده امتحان أو عنده سفر بده يركز بشكل جيد من الآن واللغاية ساعات العصر وهم أنه ما في أي مخاطر ولكن الحذر مطلوب أهم شيء أنه اليوم نشط جداً رح تكون باتصالاتك وحواراتك ونقاشاتك وتنقلاتك أيضاً ورح يكون لك اهتمام برضو بالسيارات أو بالإلكترونيات الأهم زي ما حكينا اضبط لسانك لأنه ممكن كلامك يجرح بعض الأشخاص ويدخلك في مشاكل أنت بغنى عنها ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جار أما من ساعات ما بعد العصر هنا بتفضل الأجواء البيتية والعائلية ولكن حاول أنك ما تفتعل أي خلافات في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك حد ومتقلب ممكن تظهر بعض الاهتمامات البيتية أو العائلية اللي تأخذ كثير من وقتك بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بتكون تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وتخففوا من النفقات وتنتبهوا لأموالكم بظل في فرصة اليوم لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن التحذيرات اللي حذرتها في البداية هي الأهم اللي هي النصابين والمحتالين والمصاريف اللي مائلها داعي أما من ساعات ما بعد العصر هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات شوي ممكن مزاجك يكون عصبي كلامك يكون جارح شوي فانتبه لكلامك على أساس أنه ما تأذي في الأشخاص المقابلك أو تزعجهم اليوم عندك قدرة على الإقناع والحوار والنقاش ولكن العصبية ممكن تغلب عليك والتهور أثناء قيادة السيارة أو أثناء حركتك اللي ممكن يسبب لك مشاكل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً يعني النشاط بظل مسيطرة عليكم طاقتكم حلوة رغم أنه شوي هيك شاعر من داخلك أنه في بعض التقلبات النفسية موجودة عندك ما تخليها تسيطر عليك ولكن الأجواء بظل فيها نوع من أنواع الطاقة وقدرها على التواصل والاتصالات والحوارات والنقاشات وأيضاً على التواصل مع الأحبة يعني الأجواء تقريباً نقدر نحكي فيها إيجابية عالية جداً أما من ساعات ما بعد العصر هنا بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم من المحتمل أنه يعاني البعض من مشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج كل هاي الأسباب طبعاً بتعود للأمور المالية فعشان هيك بتنتبهوا على هاي المسائل وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو المصاريف لزيادة وبرضو في نفس اللحظة اتجنب يعني التبذير قدر الإمكان برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً القمر رح يظل في بيت المتاعب عندك لغاية ساعات ما بعد العصر عشان هيك من الآن ولهذا الوقت رح يظل التعبم سيطرة عليك تشعر بطاقتك إنها ضعيفة تقلب المزاج أفكار سودة وسواس أرق قلق بتلاقي كل إشي طاقة سلبية اليوم بتحاول إنها تتقرب منك كأنك مغنطيس أنت اليوم فعشان هيك حاول قدر الإمكان إنك تبعد عن الأجواء شوية أو تضبط أعصابك أو من الحكمة تكون صبور جداً من ساعات ما بعد العصر هنا القمر بنتقله بيجي على برج الحوت عشان هيك بتبدأ فترة أفضل وبتعيد لك نشاطك المفقود ولكن مزاجك بظل فيه نوع من أنواع الضغط عليه عشان هيك بتكون سيء المزاج بتكون قليل الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لك نزاعات مع محيطك فبدك تنتبه من هاي النقطة طيب اللي وصل لهون ما حط لايك أو ديس لايك أو كومنت أو شير أو كبس على الكبسات اللي تحت يعني زي ما حكيت في أول الحلقة رح أزعلمنه فعشان هيك ما تخلوني أزعلمنكم ماشي حبيبي الله يرضى عليكم عادين بعاقبكم ماشي طيب بارك الله فيك والكبسات زي ما حكينا اللي فيهن دفع مصاري هذولا انتساب واشتراك وانضمام ومش عارف ايش وتشكرات هاي ما حدا يكبس عليها يعني خلصنا ماشي بس كبسوا لي على لايك والديس لايك والهاي الله يرضى عليكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر